شفت حضرتك كان في سويس وكان في استعراض للجيش المصري وما لديه من قلاته شفت ازاي الشرح لشكل الجيش والفرقة اللي موجودة في السويس كان منذ ايام لا توجد مناسبة تخص قواتنا المسلحة الباسلة والعظيمة واللي بانت مصر الحديثة إلا ورئيس سيسي يحرص أن يكون أول من يتواجد وآخر من ينصرف وده إدراكا منه لأن ده عماد الدولة الحديثة في شعب مصري عظيم لكن قدام التحديات المحيطة بنا وقدام موقعنا اللي بيخلينا مطمع لكل الناس في الدنيا كلها بتحسدنا عليه وتطمع فيه فقواتنا المسلحة وشرطتنا وشعبنا يعني ده ركائز أساسية لنهضة مصر الحديثة اللي أنا بعتقد أنها ستصل إلى ما لم تصل إليه المحاولات السابقة أكيد أنا عارفة حضرتك كتبت حاجات كتير يعني شكلت كمان في الوجدان أنا شخصيا قريت لك حاجات كتير وتأثرت بيها منها طبعا الحرب برا مصر اللي هي بقت المواطن مصري وكان عندك من القدرة أنك تطبطب على المصريين أحيانا وبعدين تقرسهم أحيانا في الحاجات اللي ما كانتش بتعجب أرس حب أرس حب طبعا طبعا طيب أنا هنا برضو حاخد دايما من الرؤية اللي دايما حضرتك تحلل بيها الأشياء شعب الفلسطيني وفلسطين بما أنها محتلة أكثر من 75 عام فمرت على مر 75 عام بانتفاضات كثيرة تماما وبأسماء كثيرة تكلمنا على انتفاضات مختلفة في التسعينات والثمانينات نحن الآن هل نحن في انتفاضة هل نحن في شيء مختلف تماما كيف ترى ما يحدث الآن في قطاع غزة لا في قطاع غزة أنا أرى محاولة صهيونية للاستراع عليها واستماتة استماتة في الدفاع عنه ونما تشوفي الفلسطينيين وهما شيلين جثث الأطفال طبعا والنساء ومشيين يعني حاجة لم تحدث في التاريخ يعني احنا شفنا حروب وعصيرنا حروب وشفنا حربين عالميتين وشهدائهم بالملايين ومع ذلك تجربة ما يجري الآن في فلسطين المحتلة غير مسبوقة في التاريخ غير مسبوقة في التاريخ ومهمة للغاية وعلينا نحن نفتح عليها وندرك خطورتها وأهميتها وقفنا معاهم مش وراءهم لا معاهم صفا بصف ونفسا بنفس وهدفا بهدف لأن فلسطين قضية عمرنا قضية عمرنا الأساسية النهاردة كان فيه بيان من السفارة والولايات المتحدة وكانوا بيقولوا بحق السيادة المصر وإنه مش هيبقى فيه تهجير أبدا كيف ترى هذا البيان بعد 27 يوم؟ أنا لا أصدقهم أنا لا أصدقهم إطلاقا يعني بالعكس هم مش لو أوقفوا دعمهم للعدل الإسرائيلي لو لوحوا بإمكانية وقف هذا الدعم لو لوحوا بتقليل هذا الدعم صحيح لو لوحوا تلويح مجرد تلويح شوفي وزير خارجيتهم ذهب إلى تل أبيب كم مرة منذ بداية مسافر غدا على فكرة تانية موجود غدا في تل أبيب طيب علشان وقت للأسف انتهى ليه؟ للأسف هو وقت انتهى لكن عايزة أخذ من حضرتك حاجة لو هتكتب عن ما يحدث في قطاع غزة ما هو العنوان اللي حختم به هقول أن غزة قطعة عزيزة في قلب كل مصري وفي قلب كل عربي رغم أن الأنظمة العربية فيها كلام كثير ممكن يتقال يعني يعني وفي قلب كل مسلم وفي قلب كل مسيحي حقيقة يعني أنا لم أتصور أبدا أني أحب بهذا المكان بهذا القدم طبعا أنا لم أضع قدمي هناك منذ كامب ديفيد أكيد يعني وعيدنا أن نحن نجدد اللقاء ونكمل كلامنا لأنه زي ما أنت دايما بتقول في جوعبتنا الكثير طبعا وفي قلوبنا كثير وفي مستقبالنا الكثير أيضا وكل ما أطلبه من الناس اللي بحبون جدا المصريين الشعب العظيم ده أنه يدرك حقيقة ما يجري ولا يضع ولا يضع ولا يضع ولا يضع ولا يسلم أذنه للإذاعات والتلفزيونات المعادية لا أكيد ده مش هحصل لنا ويدرك تماما أن إعلامه بيقوله الحقيقة بوطني ومرتبط بالبلد ومرتبط بشعب البلد ومرتبط بقائد هذا البلد أكيد الكاتب والمفاكر الكبير يوسف القعيد أمشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتنا بفكرك وتحليلك ونورتنا وأهلا وسهلا بك في التسعة